هنروح لأولى بطولات هذا الموسم في كرة اليد بتحسيمها المحلية طبعا فريق السيدات بيتجه لحسم أول بطولة أو أول لقب ليه والحفاظ عليه وهي بطولة الدوري فريق السيدات فاز على نادي الزمالك في خطوة مهمة في تالت فوز ليه في الدورة المجمعة وبكده يكفي فوز واحد من أصل ثلاث مباريات متبقية للحفاظ على لقبه إن شاء الله نبارك ليه فريق السيدات بعد أول فوز إن شاء الله طب خلينا استعرض إيه اللي حصل لأن البطولة بتقام في ملعب نادي الشمس إيه اللي حصل وإيه اللي تم في المباريات وإزاي يوصل للمرحلة دي الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي القلب قيادة طبعا مدير الفني القدير كابتن محمد عادل زولة فاز على المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك بنتيجة 24-18 في آخر ماتش في الدورة المجمعة الأولى واللي هتحدد عليها بطل الدوري الأبون الماتش كانت لعب يوم الخميس زي ما قلت لحضراتكم اللي فاتحة صارت نادي الشمس في مصر الجديدة وفريقنا قدر يفرد أسلوبه منذ البداية للنهاية والنتيجة يعني عنوان الفوز 24-18 فرق 6 أهداف فرق كبير فرقتنا خلاص شوت الأول 10-9 وطبعا كده فرقتنا عندها 15 نقطة في الصدارة يجي وراها بفارق 8 نقاط كاملة نادي الشمس فده مديك أريحية يكفيك مباراة واحدة بس تفوز بها نظام السيدات نظام عادل فرقتنا دخلت المباريات الأخيرة برصيد كبير جدا بفارق كبير عن أقرب أو تاني المنافسين ليه؟ لأنه فرقتنا كسبة كل مطشاطها في التمهيد وده نظام أقرب للعدل إنما نهار دا منفعش أنا في الرجال ماشي كل دا وفي الأخير تقول لي 3 مطشاطة ليكسب 2 يفوز بالبطولة طب ما أنا بقى أفضل طول السنة أنا آسف يعني نايمة بشتغالش ومش مون مكسب أخصر واجه في 3 مطشاطة شد حيلي هتمره نكسب طب الموضوع ما كانش حد غلب مفرق السيدات أو دور السيدات كده يعني أكبر دليل اللي كان صح الكلامنا أن دور السيدات accumulated أو تراكمي وصل بالنهاية لهذا المرحلة أو لهذه المرحلة نتيجة شغلك طول السنة أنت ريحت في النهاية طيب فرقتنا كده محتاج زي ما قلت الحضرات كونفوز واحد من أصلات مطشاط اللي جايين هيبقى طبعا مطش مع الشمس والزمالك يكفيك مباراة واحدة طيب المطشاط اللي جاي هتكون مع مين سموحة والشمس والزمالك لو أنت جيت في فوست في مطش سموحة فقط أنت حسمت البطولة وحفظت عليها للسنة التانية على التوالي طبعا أنت فوست بيها 30 سنة أو 25 سنة على التوالي ولكن في سنة أنت خسرتها فدي هتبقى السنة التانية على التوالي إن شاء الله تبقى أول بطولة لفرع كرة اليد محليا كان فيه بطولات قبل كده طبعا يعني يمكن فريق أو السوبر المصري لكرة اليد الرجال كان يعني خدناه طبعا في الإمارات بعد الفوز على نادي الزمالك ولكن أنا أتكلم على الدوري والكاسي دي هتبقى أول بطولة للبطولات المحلية لكرة اليد للسيدات كل التوفيق ليهم طبعا إن شاء الله